رمسيس الثاني الملك رمسيس الثاني المعروف باسم رمسيس الأكبر اختلفت الآراء كتير قوي على فترة حكمه ناس قالت 66 سنة ناس قالت 67 سنة ناس قالت 69 سنة وعمره حتى كمان في بعض الناس بتقول انه هو عاش 90 سنة وفي ناس بتقول لا 99 سنة لكن ما قلش عن 90 سنة مرحلة حكمه بدأت ما بين 1279 قبل الميلاد الى 1212 قبل الميلاد لكن المؤكد حقيقي ان اثاره وبصمته يعني قوة حضوره في التاريخ المصري في اكتر مما كان في مصر كانت موجودة وبقوة الملك رمسيس الثاني هو ابن الملك ستي الاول والملكة تويا واشهر زوجاته كانت الملكة نيفرتاري عدد اولاده كان تقريبا 90 بنته وابن اشهرهم الفرعون او الملك ميرن بتاعه اللي بدأ حكمه زي رمسيس والده برضو في حضرة ابوه رمسيس الثاني هو التالت فراعنة الاسرة التسعتاشر تولى الحكم في اوائل العشرينيات من عمره وهو صاحب النصر على الحيثيين في قادش في سوريا وصل بجيشه لليبيا وصل لنوبة في شمال السودان امن لمصر حدود دولة قوية بكل ما تعنيه الكليمة وكان صاحب اول معاهدة سلام في التاريخ قالوا عليه من ضمن التشويه ان هو فرعون الخروج او فرعون اخراج اليهود من مصر مع نبي الله موسى وانه هو صاحب قصة شق البحر وغرقه فيه المعلومات المتاحة بتقول ان اول اللي قال الكلام ده كان المؤرخ يوسابيوس القيصري اللي عاش في الفترة من 275 ميلادية الى 339 ميلادية لكن رغم كده بتنفي الدراسات الابطية هذه المعلومات وبتؤكد ان زمن الخروج كان في القرن الخمستاشر قبل الميلاد تقريبا سنة 1440 قبل الميلاد لكن مش بس الدراسات الابطية في اكتر من دليل على ان رمسيس الثاني ما كان شو هو فرعون الخروج اولها ان ممي رمسيس الثاني الموجودة في المتحف المصري حتى يومنا هذا لحظت كلامي مع حضرتك في قلب ميدان التحرير ما فيهاش اثار مية او ان صاحبها مات غرقان كل تفاصيل حكم رمسيس الثاني سجلت على المعابد والجدران لم يذكر منها على الاطلاق انه كان فيه اوبئة او تعون او ظهور عقيدة سماوية جديدة او عقاب لفئة من سكان مصر في عصره زي اللي تكلمت عنها الكتب السماوية وحصلت مع فرعون موسى رمسيس الثاني كان عنده تسعين ابن وبنت بينما فرعون الخروج كان عقيم لان زوجته السيدة اسيا دعت ربنا ان هو يهبهم طفل ولما كان الفرعون حيقتل النبي موسى في صغره لما استقر صندوقه اللي رميته والدته في البحر فقالت له ستين اسيا قالت له ايه قالت له قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخزه ولدا من هنا الحقيقة تسأل وليه كان الدعاء ان رمسيس الثاني بكل فتوحاته وحميته المصر هو رمسيس الخروج او هو رمسيس او هو فرعون موسى عليه السلام واليهود في مصر الاجابة الحقيقة اسمعها معايا من العالم الراحل دكتور مصطفى محمود علشان تعرف ان التشويه خطة قديمة والهيمنة مستمرة من صهينة العالم في قديم الزمان وحديثه في شلة اصحاب مصلحة دخلت ها على الحكاية دي علشان تقول العبري العبري هي اصل اللغات العبري اصل اللغات اهو ده مش ممكن طبعا هي فيه هنا دوافع سياسية انهم يقولوا اللغة لغتنا واحنا زي ما كان بيجن في ايام كامب ديفيد بيميل على المرحوم انا وستداته بيقولوا احنا اللي بنينا الاهرام او مثلا نشوف فيلم المهاجر العبرانيين بيقولوا ان هم اللي علموا المصريين الزراعة طب ازاي ازاي ده المصري ده اول فلاح في العالم والعبرانيين تاريخهم كله بدءا من زرية يعقوب ده من خمس تلاف سنة تقريب طيب والعشر تلاف سنة اللي قبل كده كنا بنزرع ازاي او مثلا كلامهم بان موسى هو اللي علم نبي موسى عليه السلام هو اللي علم المصريين التوحيد وانه جيل لقاهم على الكفر وعلى عبارة الاوسان طبعا ده غير صحيح لان اولا كل الانبياء العبرانيين اتداءا من يعقوب واولاده نزولا لغاية منهم صل موسى دول جم مصر قبل عهد الاسرات يعني في ايام الملوك الهكسوس وفرعون الخروج هو الملك الهكسوس السادس وهؤلاء الملوك كانوا عباد اوسان وكانوا كفر اللي هما الهكسوس دول انما المصريين نفسهم كانوا على توحيد وكانوا على توحيد خالص اللي هي الملة الادريسية الحنيفية لما نزل لما نزل سيدنا ادريس مصر لما جهد سيدنا ادريس مصر ونزلت عليه الرسالة هو اول واحد ادخل التوحيد في مصر والكلام ده كان فين ده قبل العبرانيين كذا الف سنة وصحف ادريس هي اللي موجودة بالفعل اللي هي كتاب الموتى ومتون الاهرام وفيها انشد توحيد عاجيبة ما فيش توحيد بعد كده فالمصريين كانوا على الملة الادريسية الحنيفية وكانوا موحدين لما جم زرية يعقوب وابتدى العبرانيين يدخلوا مصر ولما جه موسى ودعا للتوحيد كان بيدعو مين مش المصريين بيدعو الهكسوس الكفر وكان صراعه معه فرؤان الخروج اللي هو لم يكن فرومسيس ابدا فرؤان الخروج كان سادس ملوك الهكسوس فهم دول الكفراء هم دول عباد الأوسان وحكاية تعدد الآلهة اللي بيقولوها عن القرار المصريين دي فرية لأن أنوبيس وبتاح وأمون وراع كل دول أسماء للملأ الأعلى أو لقوة ملائكية أو حاجة بالشكل ده لأنه هو نقرأ في كتاب الموتى أن كل دول خاضعين لأمر إله واحد ما فيش غيره المتصرف في الكون هو إله واحد يبقى كل الأسامي دي حكمها حكم اللي بنقوله على جبريل وإسرافيل ودول كلهم هي ملائكة وقوة بدليل أن كلمة نتر الفرعونية دي أو الكلمة الهيروليفية نتر مش معناها إله نتر معناها المنتسب إلى العرش منتسب يا زي زي الحفين ملائكة الحفين بالعرش الملأ الأعلى حاجة بالشكل فاتفهم مسألة التعددية في مصر فهم غلط الوسانية فهم غلط وإن رسالة موسى كانت موجهة لدول هي ما كانتش موجهة لدول بالمرة ده كانت موجهة إلى الهكسوس الكفرة وكان صراع موسى كان مع مين فرعون الخروج فرعون الخروج لم يكن رمسيس كان آخر ملوك الهكسوس في الأسرة الأولى من الهكسوس اللي هو سادس ملوك الهكسوس يبقى المسألة كلها فيها نوع من التدليس وتشويه التاريخ وعشان يتقال في النهاية إن العبرانين هم اللي علمونا الزراعة هم اللي علمونا التوحيد هم اللي بنوا الأهرام اللغة هي لغتهم وكل اللغات اللي في العالم متسلسلة من هذه اللغة العبرية عشان يقولوا إحنا بقى إحنا الحضارة إحنا إحنا فدي تنوع من التمهيد للقوى الصهيونية العالمية بتمهد للسيادة والريادة لإسرائيل في السنوات القادمة مش عارفة مش عارفة ترجمة نانسي قنقر